ما رأيناه بالفعل من نظام فلاديمير بوتين في استخدامه للذخائر التي يلقونها على المدنيين الأبرياء يعتبر في رأيه جريمة حرب مكتملة الأركان الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت في وقت لاحق اليوم وندعو كل الدول إلى الانضمام إلينا لإدانة روسيا ومطالبة بوتين بسحب دباباته وإذا قام بوتين بتجاهل دعوات التهدئة فسنواصل زيادة الضغط الاقتصادي اشتركوا في القناة